أهلا بكم من جديد في سؤال الساعة يوم الأحد الماضي السابع عشر من ديسمبر مضى عماني على توقيع اتفاق الصخيرات وما زالت ليبيا غارقة في أزمتها بدون أن يلوح أي حل في المدى المنظور وعشية هذه الذكرى أكد مجلس الأمن الدولي بأن اتفاق الصخيرات يبقى الإطار الوحيد القابل للإستمرار لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا وجاء في بيان توافق عليه أعضاء المجلس الخمسة عشر أن تطبيق هذا الاتفاق يبقى المفتاح لتنظيم انتخابات وإنهاء الانتقال السياسي مع رفض تحديد آجال من شأنها أن تعرقل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة مؤكدا أنه ليس هناك حل العسكري للأزمة وحض البيان بشدة الليبيين جميعا على مضاعفة الجهود العمل معا بروح من التسوية والانخراط بشكل عاجل وبناء في العملية السياسية الشاملة والتوجه إلى سياغة دستور جديد ويوم الخميس الماضي زار طرابس ثم بنغازي وزير الخارجي الفرنسي جون إيف لدريون حيث اتقى رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج ثم المشير خليفة حفتر القائد العسكري بشرق ليبيا الذي أعلن غدا تبياني مجلس الأمن أن اتفاق الصخيرات انتهت صلاحيته ومعه كل أجسام المنبثقة عنه وولاية حكومة الوفاق الوطني التي يدعمها المجتمع الدولي وعن لدريون أنه أبلغ حفتر بأنه ينبغي عليه احترام وعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا وأنه لا بديل عن الخطط الأممية وإذن فأن سؤال هذه الحلقة يدور حول ليبيا سنتان بعد اتفاق الصخيرات كيف الخروج من الأزمة وإلى متى سيظل الوضع على ما هو عليه واللحطة بمختلف جوانبه نص صديف الأساتذة محمد بن حمو رئيس الفيدرالية الأفريقية للدراسات الاستراتيجية مرحبا أستاذ محمد بن حمو أهلا وسهلا وأحمد نوردين الكاتب المختص في الشؤون المغاربية مرحبا أستاذ أحمد نوردين أهلا وسهلا ونوفل بعمري الباحث في المعارضة الحقوق مرحبا أستاذ نوردين شكرا وسهلا إذن أستاذ محمد بن حمو عمان على توقيع اتفاق الصخيرات ليبيا ما زالت تعالقة في أزمة الانتقالية بلا حل رغم توقيع اتفاق سياسي قبل عامين لإنهاء الفوضى والانقسامات العميقة بين طرفين نزاع فعلا للأسف شديد عماني مرة دون أن تجد ليبيا طريقها إلى الخروج من الأزمات المتعددة التي تعاني منها أكيد أزمات متعددة للأسف شديد ثم أن الانقسامات التي يعرفها هذا البلد سواء على المساوى السياسي أو على المساوى الأمني والعسكري وكذلك تضارب الشرعيات لا زال قائما هناك محاولات كانت قائمة حتى قبل اتفاق الصخيرات لوأد هذا الاتفاق ولكن لوحظ أن بعد الاتفاق لا زال هناك استمرار لمحاولات اغتيال هذا الاتفاق فبالتالي هناك إشكالية حقيقية تجعل من ليبيا الآن في اتجاه مجهول وترسم كذلك مستقبل هذا البلد بالكثير من علامات الاستفاق أكيد أن هناك وضع الآن بعد التصريحات التي هي لخليفة حفتر والتي تنظر بالدخول في مرحلة جديدة وكذلك الموقف الذي لاحظنا بأن المنتظم الدولي يصطف خلفه وهو الوقوف عند الشرعية الدولية وعند الاتفاق إذن أستاذ نور الدين 17 من ديسمبر 2015 17 من ديسمبر 2017 مثل هذا اليوم معضلة دارة حولها لغة ليبي كبيرة بعد تصريحات طبعا حفتر لكن التفسيرات متغيرة لكن لو عدنا إلى الاتفاق لو عدنا إلى الاتفاق السخيرات فإن الاتفاق سيبقى قائم هناك الأشكال حول حكومة الوفاق الوطني لكن حكومة الوفاق الوطني تبقى قائمة لماذا؟ لأنها لم تنصب يقول الاتفاق مرضة بولاية حكومة الوفاق الوطني عام واحد بدءا من تاريخ نيلها ثقة مجلس النوار اليوم لم يحدث برلماء تبرق وهو لم يحدث وفي حال عدم انتهام من إصدار الدستور خلال الواتف هذه المتجد الولايات تلقائيا لعاما إضافي فقط وفي جميع الأحوال تنتهي وليات الحكومة مباشرة فور تشكيل السلطة التنفيذية بنوجب الدستور الليبي أو الانقضاء المدى المحددة لهم أيهم أقرب يعني النص واضح في اتفاق السخيرات هو النص واضح ولكن مجلس الأمن أعاد التأكيد على أن هذا الاتفاق السياسي البعروف باتفاق السخيرات ليست له مدة زمنية ينتهي فيها مدته الزمنية التي ينتهي فيها حينما يتم تنظيم الانتخابات بشكل تدريجي سواء الانتخابات التشريعية اعتماد الدستور واعتماد الدستور واعتماد الدستور وهذا ما جاء في خط الطريق التي وضعها المؤتمر ولكن حفطر ليس بهذا الغباء الجنرال حفطر حينما يصرح هذه التصريحات عشية التصريح الأمم المتحدة وعشية غدات التصريح الأممي وعشية انقضاء ما يسميه انقضاء الأجل السنتين بالنسبة للاتفاق السياسي إنما هو يريد العودة بمجمل المسلسل السياسي إلى نقطة السفر لأنه يفتقد إلى الشرعية الآن حسب الاتفاق الصخيرات في مادته الثامنة نجد على أن الذي يعين في منصب قائد العام للجيش هو رئيس المجلس الأعلى للدولة والذي هو حل محل المؤتمر الوطني العام هو امتداد للمؤتمر العام الوطني العام حالي كانت اتخابات 2014 2014 في 25 يونيو ثم أصبح مجلس الدولة ومجلس النواب الذي اتخابه أصبح هو مجلس النواب النواب فإذا المجلس الأعلى في طرابلس حتى نبين للمشاهدين الذي هو في طرابلس أي غريم المنطقة الشرقية التي سيطر عليها حفطر هو المخول قانونا من خلال الاتفاق الصخيرات بأن يعين في منصب القائد العام هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فهو يعلم جيدا على أنه في منصب من ناحية القانونية غير قائمة هذه الصفة من ناحية ثانية مجلس النواب نفسه في طبرق قام بخرق الاتفاق حينما الشرط أو استثنى المادة هذه المادة الثامنة من مصادقته على الاتفاق وهذه المادة التي عرقلت كل شيء بينما اتفاق الصخيرات كان كما اتفق عليه وكما تم التوقع عليه إما أن تقبله الأطراف مجملا أو تتركه مجملا أما المصادقة عليه في مجلس النواب في طبرق مع الاستثناء المادة الثامنة لأنها مرتبطة بالتعيين في المناصب السيادية وعلى رأسها القائد العام الذي هو حفطر الذي عينه مجلس النواب بالمناسبة ولم تعينه طرابلس فهو إذن يحاول أن يخلط الأوراق وأن يوحي بأن المسلسل السياسي قد استنفد مهامه وأنه لم يأتي بنتائج وبالتالي سنعود إلى حالة الفوضى والحالة الفوضى سيكون فيها للجيش والاستلاح الكلمة العليا ولكن مجلس الأمن أعاده إلى مكانه بالإعلان الذي سبق تماما تماما هذا ما سنعود إليه بتفصيل أستاذ نوفل السلامة قال أنه لا يعطي همية لهذا جدل حول الانتهاء إلى آخره نحن خارج هذه النزاعات القانونية وهذا جدل هناك من يقول أن كل شيء ينتهي في السبع عشر من ديسمبر وأرأى تقول أن الحكومة لم تبدأ حتى تنتهي في السبع عشر من ديسمبر وهناك من يقول أن حكومة الوفاق الوطني تنتهي لكن الاتفاق السياسي يبقى اقترحت على مجلس الأمن أن نذهب باتجاه تنفيذ خطط العمل متجاوزين هذا التاريخ وعدم اعتباره تاريخ الانتهاء أي شيء أو بتئي أي شيء نذهب إلى المصالح الوطنية اختيار الدستور وأجراء الانتخابات شكرا على الاستضافة يمكن ميزة دي الحلقة هو أنه كتزامن مع مر سنتين على اتفاق دي السخيرة وكنت أعتقد على أنه النقاش دي اليوم سيكون جد مهم أنه سيتزامن مع تحول كبير تعيش أوليبيا وأكيد على أن هذا التحول والمصار الذي ستأخذ أوليبيا كيفما كان سيكون له انعكاس على مستوى دي الدول المجررة هذا هو الذي يجعل يمكن من مصر ولا من تونس ولا من جزائر ولا من مغرب أنهم يكونوا أو يعتبروا أنفسهم بالشكل أو بآخر معنيين بالمستقبل ليبيا هذا المستقبل دي اليبيا يمكن نحن نشوفه التراجع دي الداعيش في السورية وكنتظن على أنه التراجع أكيد أنه التنظيم الارهابي سيبحث عن نفسه على قدم في أي بلد يعيش حالة دي الفوضى ومقسام هذا هو اللي يجعل من الأمم المتحدة من المنتظم الدولي ومن المنطقة المستوى دي الإقليمي أنه داخد بعين الاعتبار الحجم دي الخطورة دي أي تهديد يمكن أن تشكله عدم استمرار في اتفاق دي السخيرات أظن على أنه البلاغ دي الأممي ومشارة المقدمة هو يجدد الثيقة في اتفاق دي السخيرات الله حدريك يأكد على الخطوط العريضة خاصة منها التأكيد على العملية السياسية وعلى أنه أي حل بالنسبة ليبيا لا يمكن أن يكون إلا حلا سياسيا هو تأكيد على أنه مخرجات دي الأزمة الحالية في ليبيا هي مخرجات لا يمكن إلا أن تقوم على أرضية الاتفاق دي السخيرات وعلى أنه القائد العسكري حفتار الذي يسيطر تقريبا على الشرق الليبي التصريحات التي أدل بها هو يريد شيئا أولا يريد أن يقدم إشارة لمنتظم الدولي على أنه لاعب وطرف أساسي في ليبيا وعلى أنه أي مخرج سياسي للجيش الذي يسيطر عليه يجب أن يكون جزء من هذا الحل المسألة الثانية يمكن هنا للأشرة قبل أقل الأستاذ وأنه التعيين على مستوى دي الجيش الليبي سيذهب إلى الحكومة هذا أكبر ما يخيف القائد حفصر المسألة الثانية هو مسألة خروج الجيش من اللعبة السياسية ككل لأنه اليوم نحن افتفق دي السخيرات وجميع دي التصريح سواء دي المبعوث الأمم غسان سلامة أو البيان دي المجلس الأمن أو البلغ البيان الوزاري دي المزاري الخارجيس الجزائر وثون وثون مرس أكد على معطاء أساسي بيان مجلس الأمن أستاذ دفل تأكد على أهمية توحيد للقوات المسلحة ليبية وتعزيزها تحت الشراف المدني هذا هو أن هناك تأسيس لدولة مدنية الدولة مدنية حيث الحكم وحيث السلطة وحيث المؤسسات ستقوم على أساس دي الدستور وعلى أساس دي القانون وعلى أساس الانتخابات وعلى أساس الديمقراطية الجيش القائد حفصر يجد نفسه في استمرار العملية السياسية هو خارج السلطة السياسية وخارج الحكم وبالتالي الضوء الطبيعي المفروض أن يلعب أي جيش في أي دولة مدنية ديمقراطية القائد حفصر أظن على أنه يعرف العودة للسكنز ويعرفض أن يقوم بضوء الطبيعي في حماية الأمن دي الليبي تماما في إطار تصريحات خليفة حفصر اللي قال أن 17 ديسمبر يشكل منعطف تاريخيا خطيرا أضاف بأنه سيستمع إلى ما وصفها بأوامر الشعب الليبي الحر هذا أقوى مؤشر أنه يريد ترشيح حدثه للاتخابات فعلا أعتقد بأن الأمر واضح بلوغ اتفاق صحيرات لم يكن هذا إذا اعتمد النظام رئاسي لأن الأمور لم تتضح بعد نظام رئاسي أو برلماني تماما لم تتضح بعد ولكن ما هو واضح الآن هو خليفة حفتر والدور الذي يعتقد بأنه سيلعبه وعليه أن يلعبه ثم ربما ما أعتبره يعني الذات المتضخمة لخليفة حفتر خليفة حفتر يريد أن يكون رجل المرحلة ويريد أن يكون الرجل الذي يخرج ليبيا من الأوضاع التي تعاني منها للرجل طموحات كبيرة الرجل يبلغ من 65 سنة وبالتالي فهو يرى أن المستقبل أمامه يعني من الحيز الزمني ضعيف جدا فبالتالي هو يسعى بكل السبل لأن يدخل إلى الساحة بالسبل التي تمكنه حاول بأسلوب القوة ولكن الردع الأممي وكذلك ما اعتبرها رسائل واضحة وجهت له من العديد من الدول ومن المنتظم الدولي ومن الأمم المتحدة من جلس الأمن بالأساس جعلته يعني يتوارى عن هذا الخيار هو الآن يسعى إلى أن يلعب نفس الدور وربما في أفق ما أشير إليه من انتخابات نيابية ورئاسية بالأساس وإن كان يعني طبيعة النظام لم يتم تحديدها بالشكل النهائي فهو يسعى إلى التموقع ثم يريد أن يكون يعني الرجل المحوري والرجل الذي لا يمكن أن تقوم أي معادلة خارج يعني إرادته فأعتقد بأنه طغيان للآن على مصلحة ليبيا ومصلحة الليبيين خاصة أننا نعلم جميعا بأن بلوغ اتفاق الصخيرات لم يكن بالأمر الهيين وبأن سنة من العمل المكتف والجاد وسنة كذلك من الاستثمارات القوية التي تمت على مستوى جميع الأطراف لخلق الثقة بين هؤلاء وجمع هذه الأطراف في الحوار ثم الاتفاق ثم هناك يعني ما يمكن اعتباره الإطار الذي منحه اتفاق الصخيرات بإبعاد شبح نسف ليبيا بالكامل خلال قبل هذا الاتفاق فبالتالي هذا الاتفاق يعتبر السبع بالنسبة للليبيين كما هو الشأن بالنسبة للمنتظم الدولي هو الإطار وهذا ما اشار إليه مجلس الأمن بشكل واضح هو الإطار الذي ينبغي التمسك به والإطار الوحيد الذي ينبغي الاشتغال داخله بقي كما تفضلت أن كل كل الدفعات التي يقدمها حفتر ومن معاه يعني تظل ليست ذات جدوى لأنها أولا الحكومة منذ البداية لم يتم أو البرلمان اتخذ موقفا يعني معاديا لهذه الحكومة ولم يمنحها كما يعتقد الشرعية التي تشتغل بها ثم يعني كانت هناك أهداف ينبغي أن تخرج يعني من من خلالها هذه الحكومة بما في ذلك الإعداد إلى الانتخابات وبناء مؤسسات جديدة عبر هذه الانتخابات فبالتالي نلاحظ بأن حفتر سعى إلى أن يلعب ورقة الزمن لقتل وقت الذي اعتبره وقت هذه الحكومة ونفي الشرعية عليها ولكن هي شرعيتها كذلك تمتدها من المنتظم الدولي وهذه الحكومة لازلت قائمة ولازلت شرعية اتفاق قائمة تماما في إطار ذلك ما ثرى الاهتمام في بيان مجلس الأمن الدولي أن مجلس الأمن قال بأنه يعترف بالدور المهم الذي يقوم به فائز السراج وكذلك باقي القادة الليبيين الذين يدفعون باتجاه المصالحة الوطنية ليس هناك حال عسكري على جميع الليبيين احتراب وقف اطلاق النار الذي جاء في الإعلان المشترك بين حفتر والسراج خلال لقائهما في فرنسا في لاسيل سانكلو مع الرئيس باكرون في الخامس والعشرين من يونيوز الماضي هو في الحق هذا الإعلان وما تكرر من إعلانات في بقية اللقاءات وأن التي ضمت في دول الجوار أو حتى في لاسيل سانكلو إذا كان من شيء جاءت به جديد خاصة لقاء لاسيل سانكلو في فرنسا وهو أنه صرح أو دفعت حفتر إلى التصريح على أنه يقبل بالتسوية السلمية للنزاع وتخلى عن الخيار العسكري ساعتها ولكن يبدو الآن من تصريحاته الأخيرة على أنها كانت مجرد مراوغة في حينها الجنرال حفتر بين قوسين فقط يعني معروف في القوانين العسكرية على أنه الأسير أثناء الحرب يعني يفصل عن الأسلاك العسكرية مباشرة هذا الجنرال الآن ضاف إلى كونه يعني لا يتمتع بالشرعية لأنه ليس معينا من المجلس الأعلى للدولة في طرابس تريد أن تشيل أسري خلال حرب تشاد نعم وبضافة أنه متقاعد لأن تجاوز مثل ما تفضل أستاذ بن حمو أنه 75 سنة هو أيضا أسير حرب خلال حرب التي دارت بين ليبيا وتشاد في التمانينياز وأسر ومن ثم صافر إلى الولايات المتحدة فبصفة أسير فقط لا تسمح له بالعودة إلى الأسلاك العسكرية نهائيا وبالتالي فهو من ناحية القانونية سواء القانون العسكري أو القانون الإعلان الدستوري السابق أو القانون المرجعية التي تشكلها اتفاق صخيرات لا محل له من الإعراب داخل الساحة التي الآن تتشكل فيها أو يتشكل فيها الحل السياسي المطلوب لإعادة بناء في حقيقة وهذه التصريحات والنوايا الحسنة من أجل الذي ينقصها هو تنفيذ ما ورد في الاتفاق لأن في الحقيقة حتى المجلس الأعلى ومجلس النواب لم ينفذوا كل ما جاء في الشرط منذ قليل إلى أن مجلس النواب تخلى أو استثنى المادة الثامنة من مصادقته على الاتفاق وبالتالي فهو يسقط الاتفاق نهائيا لأنه ليس مخولا بالستناء أي مادة من المواد ولكن حتى بالنسبة للأطراف الأخرى كان أول مثل ما تفضلت أول ما يجب العمل على تنفيذ على أرض الواقع هو وقف إطلاق النار ونعلم أن خلال السنتين الأخيرتين بالنسبة للمنطقة الشرقية عجينار حفتر قام بغزوات وصوالات في المنطقة سيطر فيها على ما يسمى بالهلال النفطي وسيطر على الموانئ ميناء البريغا وميناء هراس لانوف وقام أيضا بالتوجه نحو الجنوب إلى درجة أن السودان نفسها اتهمت القوات حفتر بأنها تساعد الانفصاليين في دارفور إلى غيرها من التحركات العسكري معنى أنه تم ضرب الاتفاق في العمق خلى ذلك هناك ترتيب يجب أن يتم لأن ما تم في الحقيقة ما أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم هو أنه تم التلاعب ربما بأياد خارجية أو إقليمية بالمسلسل الذي كان يجري في ليبيا لأن بعد الثورة مباشرة بعد شهرين تم إنشاء خلال الثورة تم إنجال المجلس الانتقالي الذي أعطانا الإعلان الدستوري والإعلان الدستوري الذي نتج عنه المجلس قبل ذلك المؤتمر المؤتمر الوطني المؤتمر الوطني العام في 2014 ثم المؤتمر الوطني قرر إنشاء اللجنة لسياغة الدستور وهي التي ستسمى فيما بعد لجنة الستين والتي عرضت للانتخاب على مجمل الشعب الليبي وانتخبها مع الأسف تم هناك ضرب لهذه اللجنة لأنها تجاوزت الآجال التي حددتها في ستة أشهر ولم تقدم مسودة الدستور إلا منذ حوالي ستة أشهر يعني في يوليو في 25 يوليو الماضي ولكن الآن بغض نظر عن ما وقع من أخطاء فالآن المسلسل اقترب على نهايته بما أن الدستور أو مسودة الدستور موجودة وإرادة الدولية الآن مجمعة على أن الحكومة الشرعية هي حكومة الوفاق الوطني وعلى أن لا بديل يعني اتفاق سخرات كمرجعية سياسية وكاتفاق سياسي يعني ينظم عملية الانتقال السياسي والانتقال حتى العسكري داخل داخل ليبيا وبناء المؤسسات فمعنى أن نحن الآن على مرمى حجر من تحقيق هذا الانتقال الذي هو ربما ليس فقط انتقالا سياسي وإنما هو انتقال سياسي وانتقال مجتمعي وانتقال حتى للدولة الليبية لأن في العهد النظام السابق لم تكن هناك دولة بالمفهوم القانوني للدولة والمجتمع أيضا كان متشضيا إذن هذا الانتقال هو انتقال أو مخاض عسير ولكنه اقترب الآن من نقاطه الأساسية ولذلك يحاول حفصر خلط كل الأوراق وإعادتها إلى نقطة صفر ورغم أنه لا يمتلك الشرعية لفعل ذلك وأظن أن زيارة إيفلودغيون لأن فرنسا لديها تواجد عسكري في المنطقة له تأثير في هذه الأقراء سنعود إلى هذا الجانب الجانب التحركات الأقليمية الأخرى إذن غسان سلامة قال يوم الأحد يوم بكرة اتفاقنا الليبيين سائموا من العنف وهم يأمنون ويسعون بالفعل إلى حال سياسي وتحقيق المصالحة ويرون أن العملية السياسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والوحدة في بلدهم أن العملية السياسية كلها منذ انطلاقها والتي توجد باتفاق ديال السخيرات إلى الآن إلى النقاش التقني الذي تزامن مع خاصة حول تنفيذ البنوة ديالتفاق السخيرات أظن على أنه الإشكال الأساسي لأدى إلى الوضع الحالي وإشكال مرتبط بنقطة صين نقطة الأولى وأنه لم تكن هنا ليست فقط دولة في مرحلة ديال مقاب القدافي لم تكن هناك مؤسسات ديال المجتمع المدني ولا مؤسسة ديال تأطير لا أحزاب سياسية لا نخب سياسية لا نقابات لا مجتمع مدني لكي ممكن أنه يسهل من العملية ديال أي انتقال سياسي هذا هو اللي يجعل من ليبيا في اللحظة ديال مرحلة اسمها بعد 2011 أنه يدعيش فراغ على جميع المستوائز فراغ مؤسساتي فراغ على مستوى ديال التشريعات وعلى مستوى ديال القوانين وعلى مستوى الدستور لأنه ليس يكون هناك دستور قد ما كان هناك الكتاب الأخضار فراغ على مستوى ديال الجيش والمؤسسة ديال الجيش لأنه كانت هناك الليجان تهورية أو الليجان شعبية هذا هو اللي يجعل من حفتر أنه يستغل الفرصة إلى جانب انقسامات لو قاسف على التبار أنه طبيعة ديال المجتمع الليبي حاكمه ما هو العنصر أو محدد للقابلي هذا هو اللي يجعل من حفتر أنه يستغل هذا الوضع ديال الفوضى اللي سادس ما بعد 2011 خاصة في ظل وجود قيادة يمكن نسميها قيادة سورية قد رز من بعد 2011 أنها تقود الليبييا في العملية انتقالية يمكن تناقضات سياسية أو التناقضات ما بين تيارات متصرعة خاصة من بقايا ديال القدافي إلى تيار الديني إلى تيار المدني أو العماني اللي كان ما بعد مرحلة 2011 صعب هذه العملية ديال انتقال سياسي وصعب وجود نخوة سياسية قادرة أنها منقلبية من مرحلة ديال الفوضى إلى مرحلة ديال استقال اليوم هناك إجماع دولي هناك بلغ ديال البيان ديال ديال المجلس الأمن هناك اتفاق موجود ممكن أنه يشكل أرضية صلبة لانطلاق حول تصوية سياسية هناك إجماع إقليمي وكننا أعتقد أنه هذا جد مهم أن هناك يعني إجماع مغربي ليبي جزائري تونسي عفوان ومصري وكننا أظن على أنه هالإجماع الإقليمي هالإجماع الإقليمي أظن على أنه ممكن أن يكون عنصرا إيجابيا في الدفع بالعملية السياسية للخروج من العلق للزجاج الحالي الروسية يمكن قدمت طبعا سنعود سنعود إلى جانب الروسي وكذلك إلى جانب الاجتماع الثلاثي إذن كيف في نهاية المطاف ما هي أبعاد إعلان مجلس الأمن الدولي لا أعتقد بأن هذا الموقف لمجلس الأمن هو برسائل واضحة لحفتر للحد من طموحاته ولي إعطاء اتفاق صهيرات القوة اللازمة التي كان يعني يتوفر عليها وكذلك لإظهار الطريق الذي ينبغي أن تسير عليه الأمور لتسوية الأوضاع في ليبيا أكيد بأن مجلس الأمن يعي جيدا كما تعي مختلف دول المنطقة وخارج المنطقة بأن هناك أوضاع أمنية متضاورة في ليبيا وبأن هناك كذلك توجه لهذا البلد نحو المجهول أكيد بأن مجلس الأمن لا يريد أن تكون هناك مغامرة لحفتر خاصة وأنه كانت هناك تخوفات من عملية عسكرية قد يسلو بها على السلطة ولكن أعتقد بأن هناك ردع لأي طموحات قد تزج بليبيا في أسوأ مما عليه الآن تماما تماما أستاذ محمد بن حمو سنعود للمتابعة من حيث توقفنا بعد الفاصل أهلا بكم في رسالة الثاني من سؤال الساعة وسؤال هذه الحلقة يدور حول ليبيا سنتان بعد اتفاق كيف الخروج من الأزمة وإلى متى سيظل الوضع على ما هو عليه والإحطة بمختلف جوانبه نستضيف الأساتذة محمد بن حمو رئيس الدولانية الأفريقية للدراسات الاستراتيجية أحمد نور الدين الكاتب المختص في الشؤون المغاربية نوفى البعمر الباحث والناشط الحقوقي إذا في ذات الإطار أحمد نور الدين كيف نقرأ بيان مجلس الأمن هو بيان مجلس أولا للجنرال على أنه لا مكان لهذه التصريحات في المرحلة الحالية وعلى أنه إذا كان من قبل كانت المجتمع الدولي موزعا بين حكومة طرابلس وحكومة حكومة ما قبل اتفاق الصخيرات المتنازعة الشرعية إلى السراج والذين يشجعون فإنه ذكره بالإسم والآخر ضمنيا ضمنيا أنه مقصى ولا محل له من إعراب العملية السياسية من ناحية ومن ناحية أخرى هو أيضا إشارة إلى الدولة الإقليمية الوحيدة التي لا زالت تغرد خارج السرب وهي مصر التي لا زالت تدعم حفتر من الناحية العسكرية بل وحتى إذا استرجعنا إذا قمنا بقراءة للمصطلحات لكن تغير الوضع لأن لو سمحت اللقاء الثلاث الذي وقع في تونس بين وزراء خارجية جزائر ومصر وتونس توجى ببيان يدعم يدعم بيان مجلسة الدولة والعمل السرب لأن تغير الوضع تغير الوضع يعني بالعكس هذا ما يشتير إلى أن حفتر ربما أصبح في عزلة على كثير المستويات ولكن عمليا حفتر حتى المصطلحات التي يمتح منها قاموسه هي نفس المصطلحات التي استعملها الجنرال السيسي موضوع هذا موضوع آخر نحن نتكلم على الموقع ولكن الواقع لا يرتفع الواقع لا يرتفع الواقع هو أن حفتر ما كان له أن يقف هذا الوقوف لو لم تكن خلفه مصر وحتى الآن روسيا لأن روسيا لا نسأل أن ممثل روسيا مؤخرا في الأسبوع الماضي صرح على أنه بالنسبة للانتخاب قال على أنه يدعم مثل بيان المجلس الأمن يدعم العملية السياسية ولكن قال بالنسبة للانتخابات ما زال الأمر يعني بعيدا عن أن نفكر في الانتخابات إذن البيان مجلس الأمن هو تأطير العملية السياسية ويعطى دفعة قوية للسير قدما نحو المراحل المقبلة وأظن على أن السيد غسان سلامة صرح مؤخرا على أن هناك سيشكل أو سيدعو إلى مؤتمر سماه المؤتمر ربما الجامع الذي ستجتمع فيه مختلف القوى وأعطى بعض المحاصصة للقوى المساندة للثورة والقوى التي كانت تنتمي للنظام السابق وللقبائل لحتى يشكل ربما هذا المؤتمر الجديد الذي سماه المؤتمر الجامع ربما سيشكل ضغطا ولو معنويا على الذين لا زالوا خارج العملية السياسية أنه في حالة لم تقبل بالعملية السياسية وبالمسلسل السياسي فإننا سننقل الاعتراف إلى هذا المؤتمر الذي سيصبح هو نوعا ما المجلس التشريعي لهذه العملية الانتقالية أستاذ نوفل بالإضافة غادات اجتماع مجلس الأمن الدولي والبيان الذي صدر عنه لاحظنا عديد من التحركات كما أشرت قبل قليل من بينها زيارة وزير الخارجي الفرنسي جوني بلدريون إلى طرابلس حيث التقى فائل السراج ثم ذهب إلى بنغازي والتقى خليفة حفتر وقال وعلن في تصريح للصحافة أنه قال لحفتر أن ليس هناك من بديل عن الخطة الأمم المتحدة وأن عليها أن ينظم ويقوم بخدمة شعبه أنا يمكن الملاحظة ومتطرح تقلق السؤال حول البيان للمجلس الأمن أظن أنه لو لم يكن هناك توافق دولي خاصة ما بين ولاية المتحدة الأمريكية وروسيا لأن البيان صدر بإجماع عضاء بإجماع عضاء مجلس الأمن لو لم يكن هناك توافق دولي لا أعتقد على أنه كان سيصدر هذا البيان بهذه الصيغة الواضحة التي تدعم العملية السياسية والتي تدعم اتفاق ديسخير أظن أنه هذا الإجماع الدولي سينعكس كذلك على المستوى الإقليمي أو المتوسطي فرنسا أظن على أنه منذ اليوم الأول كان لديها موقف واضح تجاه العملية السياسية في ليبيا سوى في مرحلة القدافي أو ما بعد مرحلة القدافي تصريح كذلك مصر على فرل أنه لو كان هناك في السابق محاولة تصدير المدجة أظن على أنه اليوم هناك إجماع إقليمي وإجماع متوسط وإجماع دولي حول المخرج الأساسي للأزمة السياسية الموجودة في ليبيا البلاغ أكد على أنه رد العسكري أو تدخل العسكري منطرف القوات دي الحفتر سيكون ليس في مواجهة الحكومة دي الوفاق الوطني بل سيكون في مواجهة مجلس الأمن الأمم المتحدة ولا أعتقد على أنه حفتر سيقدر أو سيدهب في تهديده إلى مستوى دي التنفيذ هذا التهديد لأنه سيجد نفسه وجه لوجه أمام منتظم الدولي وأظن على أنه حفتر يمكن الخطوات لقام بها خاصة في جانب سياسي وخاصة في جانب المحاولة دي الافشل لاتفاق السيرات أظن على أنه ذاكي والتقط الإشارة دي البيان دي الميس الأمن والتقط الإشارة دي الإجماع الإقليمي والتقط كذلك لتدخل الفرنسي الواضح اليوم ليبيا أمامها مصارين إما أنها نشوف تجاه دي الاسطيضان ما بين مختلف القوى وحنا كنشوف النموذج دي السورية ودي اليمن إما أنه اختار النخيارات العملية السياسية وممكن النموذج دي السونوس مرحلة ما بعد 2011 واضح اليوم هناك اختيارين هناك أفقين أفق دي الفوضى ودي العنف ودي البناء ليبيا ديمقراطية مدنية وهذا هو الأساسي مدنية مؤسساتية وأظن على أنه حفتر ما عليه إلا أنه طلاق دي الإجماع الدولي وتوالي التدخل دي المختلف الفاعلين الكبار على مستوى دي المتظم الدولي في دعمهم للعملية السياسية أظن على أنه سيجد نفسه مجبرا إلى الخضوع الاتفاق دي السخيرات وسيبحث أقصى ممكن أن يبحث عنه مستقبلا هو أن يكون جزءا من العملية السياسية التي بسبب مواقفه وبسبب زي العسكر الذي أصر ويصر على أنه يظهر به في كل خارجات الإعلامية أنه سيجد نفسه مجبرا لانخيرات في العملية السياسية وتتخلي عن بزاة العسكرية بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي حل وزير الخارجية الإيطالي بليبيا والتقى فائل سراج وكان أكثر ذهب أبعد من ذلك حيث دعا إلى اتخاذ موقف حاسم على كل من يعرق الاتفاق السياسي فعلا لأن كما قلت في السابق هناك رسائل واضحة توجه لحفتر وهذه الرسائل تفيد بأن بأنه سيتعرض لتدعيات أي استمرار في العرقلة أو أي عمل غير محسوب العواقب قد يدخل فيه أو أي محاولة يركبها أكيد بأن هناك وضوح في الموقف وفي الرؤية وكذلك توافق على أن من بين لن أقول العرقلة الوحيدة ولكن من بين أكبر العراقل خليفة حفتر بذاته كشخص فنحن نلاحظ بأن طموحاته ورغبته في الحكم وربما عقدة الزي وعقدة الرتبة العسكرية لازالت حاضرة وبالتالي الرجل يعني يريد أن يكون له مستقبل وحاضر ومستقبل في ليبيا وهذا هو للأسف شديد أولا لا يراعي للأوضاع التي تعيشها ليبيا داخليا وهي أوضاع القسامات عدة ولا يأخذ بعين الاعتبار كذلك التهديدات التي تعاني منها ليبيا ومعها دول الجوار والمنتظم الدولي ولا يأخذ كذلك بعين الاعتبار مختلف الفاعلين داخل المجال نحن نعلم بأن استمرار أو دخول خليفة حفتر في أي مغامرة هذا لا يعني أبدا بأن له القوة الضاربة العسكرية الكافية لتحقيق ذلك التوازن لفائدته نحن نعلم بأن بالأساس الميليشيات في مصرطة وهي ليش الميليشيات مسلحة وقوية جدا هي معارضة له والعديد كذلك تم اغتيال رئيس بلدية المنتخب 2014 وعبر غسل سلام عن حزن الشديد التطور ونلاحظ بأن في الآوين الأخيرة هناك العديد من الاختطافات والعديد من الاغتيالات التي تؤشر إلى أن هذا البلد يعيش معاناة حقيقية أكيد بأن الأوضاع الراهنة سواء فيما يرتبطوا بالجانب الأمني والعسكري أو فيما يرتبطوا بالتمزق الاجتماعي والسياسي أو يرتبطوا بتضارب هذه الشرعيات أو بتعدد الفاعلين من قبائل وميليشيات مسلحة وكذلك برلمانين إلى غيره يزيدوا الأمر تعقيدا ويجعلوا أفوق الانتخابات ربما يظهر بشكل غير جلي وصعب لأن ما يخشاه الشعب الليبي وما يخشاه الكثيرون هو أن يعني دخول في عملية انتخابية في يعني ربيع السنة المقبلة قد يجر الكثير من الويلات لذلك هناك تخوفات ولكن أعتقد بأن اتفاق الصخيرات يعني هو الخيار الوحيد الذي لا خيار سواء بالنسبة للليبيين لأنه يمكن أن نقول بأنه إما اتفاق الصخيرات أو الطوفان بالنسبة لليبيا غير أن الأوضاع وإن كانت على الشكلة يعني المتطورة التي أشرت إليها فهي لا يمكن أن تخرج في إطار السعي لبناء يعني السلم والأمن وإبعاد العنف وكذلك في إطار بناء حل سياسي عن اتفاق الصخيرات نختم بهذه التحركات الدولية كما عزلة حفتر وزير خارجية الروسي سيرجي لابروف التقى يوم الثلاثاء الماضي وزير خارجية في الحكومة الوفاق الوطني محمد أبطها سيلا في موسكو وقال بأن روسيا ستعمل مع الولايات المتحدة وستقوم بكل ما يلزم لتسهيل توصل اتفاق بين طرفين النزاع في إشارة إلى الطبرق وطراب وفي الحقيقة بالنسبة لي روسيا تلعب على الحبلين مثل ما فعلت في سوريا وإلى آخر لأنها تريد التموقع من أجل لعبة جيوسياسية كبرى تدخل فيها حتى الموقف من أوكرانيا والقرم إلى غيرها ولكن روسيا سقول هذا الكلام في الوقت الذي تستقبل فيه حفتر استقبلت فيه أكثر من مرتين في موسكو واستقبلته على متن حاملة طائرات كوزوتوف في معرض السواحل الليبية وهناك حتى من يتحدث عن أن روسيا هي التي تعطي الأسلحة لحفتر على طريق صفقات التسلح لأن كما هو معروف على أن ميزانية النفط أو عائدات النفط توزع يعني بالموازات بين الجانبين المؤسسة النفطية هي شبة مستقلة وتوزع العائدات على الطرفين في شرق ليبيا وغرب ليبيا ثم هناك الموقف الروسي الذي يريد أخذ مكان الولايات المتحدة الأمريكية التي منذ عهد أوباما انسحبت من هذه الصراعات خاصة في البحر الأبيض المتوسط وما بقيت إلى أوروبا فإذا الموقف الروسي لا يمكن أن نعتبره إضافة إلى أنه صرح على أنه من السابق لأواني التفكير في الانتخابات في المرحلة القادمة من هذا الجانب يجب أن نأخذ تصريحات وزير خارجية روسيا بحذر إلى أن يتبت صدقية هذه ولكن بصفة عامة التوجه الدولي يجعل يدفع على كما يقال كتم الفتنة داخل ليبيا لأنها تجاوزت كل الحدود ليبيا هي الآن معبر لمجامعات المسلحة رأينا في 2013 الهجوم على مركب أعلم الناس في الجزائر ورأينا الهجوم مؤخرا وإن لم يربط بليبيا مباشرة إلا أن حسب ما أديع ساعتها من صور الأقمر الصناعي ربما تكون المجموعات المسلحة التي نفذت الهجوم في الصحراء الغربية المصرية أيضا إما قادمة من ليبيا أو توجهت إليها بعد العملية بالإضافة إلى الآن الإشكال الكبير للهجرة وتجارة الرقيق إلى آخر وما تشكل من مخاطر على أوروبا إذن لا أحد من مصلحته سواء في الجوار المباشر أو في الجوار الأورو متوسط أن يستمر النزاع في ليبيا أو أن يخرج عن نطاق والآن هناك انفلات ولكن أن يصير إلى درجات مثل سمللت أو سمللت ليبيا أن تصير صومالا آخر يصدر قراصنة البحر ويصدر قراصنة النفط ويقطع إمدادات النفط عن الغرب إلى آخر إذن كل الظروف على ما أظن ولكن بقي هناك شيء مهم جدا وهو ربما الذي يجب أيضا التركيز عليه وهو أن الذي يعني أفشل إلى حد الآن اتفاق الصخرات منذ سنتين ليست فقط العوامي الخارجية وإنما أن الذين يوقعون الاتفاق ويوافقون عليه سواء في طبرق أو في طرابلس هم السياسيون الممثلون السياسيون للتشكيلة ليبيا بينما الكتائب التي تحمل السلاح في الميدان هي في معظمها لم توقع ولا تعتبر نفسها ملزمة بالإضافة إلى أن هذه الكتائب ليس هناك ما يجمعها إذا كان حفتر يجمع ربما نوعا ما في المنطقة الشرقية فالبقية المناطق في ليبيا الكتائب تقريبا كل مدينة مستقلة عن مدينة أخرى ما يجمعها هو ولاءات لهذه الحكومة في إطار ربما عائدات النفط وولاءات قبلية وولاءات مصلحية لنقول إذن هذه الكتائب هي التي يجب أن نجد أن نصل معها إلى صيغة لقبول هذا الاتفاق وتنفيذها على أرض الواقع من أجل الخروج من عنق الزجاجة أستاذ نوفل إذن نصل الآن إلى خطة العمل التي عدها المبعوث الأمم الخاص إلى ليبيا غسان سلامة وبما هي بدأت الآن خلال بدء تسجيل الناخبين في لوائح الانتخابية وهذه الخطة تتمثل في تنظيم مؤتمر وطني في شهر فبراير المقبل لاتفاق حول مشروع المشترك لتنظيم الانتخابات يمكن الصعوبة الأساسية في هذه العملية خاصة من ناحية التقنية وكيف سيتم التعامل مع المنطقة التي يخرج السيطرة دي الانتخابات ليست جاهزة بعد الانتخابات هناك شروط تقنية وسياسية وأمنية وهذه الشروط غير متوفرة هذا هو الصعوبة الأساسية يمكن اليوم لتنفيذ الاتفاق ودهب مباشرة نحو الانتخابات ونحف إفراز مؤسسات منتخابات سواء كان السلطة الشرعية أو سلطة تنفيذية سنجد أنفسنا أو سنجد منتظم الدولي خاصة نبعث الشخص أمام المنطقة أمام معطى واقعي لا يرتفع وأن هناك جزء من طراب الليبي غير خادع للسلطة الحكومة للوفاق الوطني وغير مندمي في العملية السياسية التي تم إبرامها من خلال اتفاق دي السخير كيف سيتم التعامل مع الوضع في الشرق الليبي الذي سيطر عليه حفتر أظه أنه هذا هو السؤال الكبير الذي ستطرح النقاش مستقبلا ويكون مفروض على أنه الأمم المتحدة خاصة من مجلس الأم أنه يعطيه خارطة طريق كيف سيتم إدماج الشرق ديالليبي في العملية السياسية وكيف سيتم التعامل مع الجنرال حفتر يمكن هذه الصعوبة الكبرى ويمكن في البلغ أو في البلغ ديال ديال المجلس الأمن أعطى إشارة نحو المستقبل وفتح الباب أما حفتر أنه يكون جزء من العملية السياسية من خلال أولا تأكيد على أنه ما غادش يكون هناك تحديد ديال آجة المحددة ثانيا أنه وفتح الباب إلى مناقشة ديال الاتفاق ديالس خيراز معنى أنه الإطار ومنذ فترة كتم التوافق حول أجراء تعديلات لكن هذا لم يتم بعد يمكن للآن في البلغ ديال المجلس الأمن المعطى الجديد هو التوافق ديال مختلف الفاعلين كبار حول وجهة نظرهم للحج السياسي ديال ليبيا أدون على أنه هذا سيعطي دعم سياسي وغيط أممي كبير لانتفاق ديالس خيراز وفرض على حفصر أنه يعيد ترتيب أوراقه خاصة في اللحظة لدخول ليبيا في العملية الأجراء لاتفاق ديالس خيراز ليصلوا إلى انتخابات تماما في طار الآن نحن في خطة عمل لها مراحل للتطبيق الطريق إلى الانتخابات غسل سلم يخش أن يكون احتكام الانتخابات في البلدان يتتشهد نزاعات مجرد هروب للأمام هذا ما أدل به في تصريحاته الأخيرة وقال بأنه يريد تكرار التجربة التونسية لأن الفاعلين جاءوا أمام الكاميرات وقالوا بأنهم سيجرون انتخابات ويقبلون بنتائج الانتخابات قبل إجرائها وهذا هو ما أكد عليها غسل سلم قال لكي لا نكون الآن برلمان جديد أو حكومة جديدة وتابع اعتبر أن الصراع الحالي في ليبيا يجري على سلطة غير موجودة فلتوجد هذه السلطة قبل أن نتصرع عليها فعلا هذا ما يسعى إليه غسل سلم نحن نعلم بأن غسل سلم في البداية كان قد تعرض لبعض تأثير من طرف بعض الأطراف داخل الصراع الليبي التي كادت أن تحيد به عن النظرة التي أتى بها ولكن لحسن الحظ أنه سرعان ما استرجع الأمور وعاد إلى التوجه الذي نحن عليه اليوم وأكيد أنه في الخطة من تسع نقط وهي كخطة عمل واضحة المعالم خارطة طريق أكبر مؤشر على أنه يسعى إلى بلوغ الهدف نحن نعلم بأن الأوضاع الليبي الداخلية قد تكون غير مؤهلة لبلوغ هذا الهدف في هذا الضرف الزمني المحدد أو ربما احتب الشكل الذي تحاول أن تصعى به ولكن لا خيار خارج هذا الخيار فبالتالي هناك لمحة صعوبات ميدانية كبيرة سمع منها الأمنية أو كذلك السياسية أو منها ما يرتبط بالسلطة الحقيقية والسيطرة الحقيقية الميدانية للعديد من الأطراف ثم تضارب المصالح بين العديد من الأطراف هناك إشكالية حقيقية بين ما يمكن اعتباره اقتصاد العنف الذي تتحكم فيه الآن الميليشيات المسلحة ونحن نعلم بأن عدد ميليشيات التي تعرفها ليبيا اليوم تجاوز 250 من الميليشيات المسلحة وأن هذه الميليشيات تسيطر بشكل قوي على مناطق وعلى طرق وعلى جهات ربما سيصعب التعامل معها لذلك فنلاحظ بأن المنتظم الدولي يحاول أن يقطع بعض الأدرع فبالتالي بتقويضه لطموحات حفتر ومحاولة يعني فرضه لبعض تهديدات المبطنة لحفتر حتى لا يستمر كلها يعني مؤشيرات تفيد بأن ما تسعى إليه الآن المنتظم الدولي من خلال كذلك هذه الخطة للمبعوث الأممي هو بلوغ تلك الانتخابات للدخول في مرحلة جديدة لا أعتقد بأن الانتخابات سواء نيابية أو رئاسية هي يعني هي غاية في حد ذاتها بقدر ما هي وسيلة يعني مرغوبة أولا ستنهي إشكالية الشرعيات المشتتة ستنهي كذلك يعني وستحدث مؤسسات فعلا تفتقد البلاد ستحدث مؤسسات وأعتقد بأنه يعني في إحداث المؤسسات هو المصطلح الصائب لأن ليبيا بحاجة إلى بناء مؤسسات نحن نعلم بأن النظام القدافي بني على ولاءات الخبائل مقابل يعني تمويلات ومقابل يعني العديد من الامتيازات التي كانت تمنح لها ولم القدافي رحمه الله بنى نظاما ولم يبني دولة ونلاحظ بأن الآن الصعوبة هي في بناء المؤسسات لذلك هناك إشارة قوية إلى بناء المؤسسات الديمقراطية لأن التوجه يظل كذلك هو توجه بناء نظام مدني وبناء هذا النظام يتم من خلال هذه الانتخابات المرتقلة المقتل يدهمون في أقل من ثلاثين ثانية وأنا أخشى أن أقول بأن ربما نقدم العجلة قبل الخيول في هذه العملية المفروض الاستفتاء على الدستور أولا الذي سيحدد العلاقة بين المؤسسات حتى لا نقع في خطأ سنة 2014 بطاش وإن الانتخابات ستتجري في إطار دستور جديد لا لأن الآن يتحدثون عن الانتخابات الشريعية الرئاسية أما المفروض أولا عرض الدستور على الاستفتاء لتوضيح العلاقة نظام بين المؤسسات هذا يقول غسل سلام المصالح الوطنية اختيار دستور للبلاد ويجرى انتخابات عاما ويستمر الوضع على ما عليه حتى التوصل إلى هذا الاتفاق المدخل الدستور أو التركيز على الدستور أو الوثيقة الدستورية هو يمكن اعتباره مدخل أساسي لأنه الإشكال اليوم في ليبيا هو إشكال السلطة السياسية والسلطة المؤسسسية هي لمن حفتر الوضع هو اللي يمكن أنه ينضم العلاقة بين مختلف السلطة خاصة المؤسسة العسكرية أو الجيش لأنه يمكن هو الإشكال الأساسي الذي كان في الاتفاق للسخير التي الثانية اعتقد بأنه بالقدر الذي هناك موقف واضح على المستوى الدولي من حفتر ورسائل واضحة إن بغيك تذلك أن تكون هناك رسائل واضحة لبعض الدول الإقليمية التي لها دور في الداخل الليبي فالإشكالية الليبي أصبحت معقدة بتركيبتها وطبختها الداخلية المبعترة وكذلك بألايادي الخارجية التي تمزقها بين مختلف الأطرار شكرا جزيلا ننتهى وقت هذا البرنامج شكرا للزمين الذكري في شاريك في أعداده ولكفة يا فرد تقم التقني المشرف على أخراجه دمتم بخير ويلقاء القادم في سؤال جديد